موسيقى السلام عليكم مع كل تقارب مصري سوداني تبدأ أزمات القارة الصمراء في الحل الدولتان دعمتا اتفاق السلام بجنوب السودان فتم الاتفاق وبدأت انفراجة جديدة للأزمات في الدولة الوريدة وها هما تعقدان اجتماعات للجنة المشتركة بينهما في القاهرة تمهيدا لاجتماعات عليا تجمع زعيمي الدولتين الشقيقتين أكثر من عشرين اتفاقية جرت تباحث حولها شملت مجالات عدة كالصحة والتعليم والزراعة تعاون جديد في شبكة الكهرباء سيعود لا شك بالنفع على الشعبين التزام واضح من الجانبين بالتعاون في منطقة البحر الأحمر التزام لن يحمل منطقة فقط من قطر الإرهاب والقرصنة بل سيعيدها للواجهة كمنطقة واعدة للتعاون الحديث يطول لا شك عن تعاون جمع البلدين منذ قديم الأزل حضريا وتاريخيا وثقافيا أهلا بكم المزيد عن هذا التعاون سنبحثه أكثر مع ضيفي في أول ملفاتنا من العرب في أسبوع مع سيادة السفير محمد الشذلي سفير مصر الأسبق في السودان وعض المجلس المصري للشؤون الخارجية أهلا بك سيد سفير أهلا بك أخي ضيفا كريما علينا في العرب في أسبوع أهلا بك أهلا بك بداية عندما نتحدث عن علاقات بين مصر والسودان بحكم حتى تخصصك أكثر من فترة زمنية طويلة في العمل في السودان علاقات وثيقة علاقات تاريخية الآن نتحدث عن قمة للزعيمين ولجنة مشتركة ما الإضافة التي ستضيفها هذه القمة برأيك وهذه لجنة مشتركة يعني أعتقد أن الإضافة هي التأكيد على أهمية العلاقة بين البلدين من الملاحظ أن السيد الرئيس أول زيارة خارجية قام به بعد توليه المسئولية في الفترة الأولى كانت إلى السودان وأول زيارة قام بها بعد توليه لفترة الرئاسة الثانية كانت أيضا للسودان هذا تأكيد لأهمية العلاقة بين البلدين الحقيقة إحنا بنمهد للقمة القادمة باجتماعات اللجنة المشتركة التي عقدت في القاهرة والحقيقة أنا متفائل جدا بهذه الاجتماعات وبالقمة القادمة لأن هناك تركيز على مواضيع برجماتية وعملية تدعم العلاقات أي علاقة بين بلدين محتاجة لبنية تحتها أنت لا يمكن تقيم علاقة بين بلدين بدون بنية تحتها حركة نقلهم وصلات فكان هناك حديث على مد قطوط السكر حديد بين البلدين الطاقة التي هي أساس التنمية مشروع الربط الكهربائي الزراع وهو الأمن الغذائي وهو أضعف حلقة في سلسلة الأمن القومي العربي العرب يستردون أكتر من 70% من الغذائي السودان لديها قدرة على تغطية حاجة العرب جميعا من الغذائي من الأمور أيضا اللي بجيتها مشجعة جدا أنهما في المجال الزراعي لم يقتصر الكلام على المواضيع التقليدية الزراعة والمحاصيل ولكن تقانى هناك حديث على البحث العلمي خاصة في موضوع البذور موضوع البذور النهاردة موضوع في منتهى الخطور لأن هناك بضع أو حفنة من الشركات العالمية بتحاول أن تسيطر على سوق البذور ببذور مهندسة وراصية عقيمة وده بيشكل خطورة كبيرة جدا على الدول العالم الثالث في مجال الغذائي العلاقات التجارية كيف تقيمها في المراحل السابقة وماذا تنتظر لها في الفترة المقبلة؟ أشوف العلاقات التجارية جيدة وفي نمو ولكنها أقل كثير جدا من المأمول وده أيضا بسبب البنية التحتية يعني أنت مثلا هنا في مصر بنستورد لحوم من السودان وبيتم شحنها بالطائرات وده يعني غير مجد اقتصادي أنت محتاج لخط بحري بيربط بين البلدين تزوده بسفن يا إما سفن ثلاجة يا إما سفن حديثة معدة لنقل المواشية الحية بحيث أن تكون عملية النقل عملية اقتصادية من غير المعقول أن تستورد مصر لحوم من أستراليا ومن أرجنتين ومن البرازيل والسودان التي بها 150 مليون رأس من الماشية لا نستورد منها إنما ده برضو راجع إلى البنية التحتية أنت محتاج لخطوط سكة حديد فيها عربات تلاجة بالفعل نحن لا نستورد أي أنواع من هذه الماشية من السودان أم نستورد بكميات تستورد بكميات ليست كافية وبتستورد بأسلوب غير اقتصادي لا يمكن أن تنقل سلعة مثل اللحوم بالطائرة يزيد من التكلفة ويزيد في النهاية يزيد في التكلفة هنا هي مربط الفرص يعني أنت تريد أسلوب اقتصادي في النقل لدينا منقشة أكثر من 20 مشروع واتفاقية ومذكرة تفاهم عن هذه المسائل مجالات عدة منها التعليم والزرعة والصحة والنفط والغاز وحتى السياحة كل هذه النقاشات حاليا في اللجنة المشتركة لي التوقيع عليها في النهاية بين الزعيمين هذا العمل كافي برأيك؟ يعني أنا أشوف طموحي بيتخطى هذا يعني هي خطوات كبيرة وخطوات في الطريق السليم ولكن أنا بأعتقد أن هناك أمور كثيرة مفتوحة للتعاون فيها في مجال الطاقة مثلا مجالات الطاقة المتجددة اللي هي المستقبل يعني العالم بدأ يتخلى عن الوقود الحفوري البترول والفحم وبدأ يتجه إلى طاقة الشمس وطاقة الرياح إحنا منذ أسابيع أو حتى أيام افتتحنا محطة طاقة شمسية تحدى من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم هناك المزيد من الجهد مطلوب في هذا الاتجاه وأعتقد أن التعاون مع الشدان في هذه الأمور موضوع حيوي جدا التعاون من أجل المستقبل وبرؤية المستقبل ربما الحديث أيضا يدور عن شبك للربط سكك الحديدية بين البلدين أشوف أيضا ده موضوع هام جدا الاستعمار البريطاني غادر مصر والسودان سنة 56 يعني من حوالي ما يقرب من فوق الستين أو مقارب للسبعين سنة ومنذ هذا الوقت ونحن نستمطر لعنات السماء على الاستعمار اللي وضع خط سك حديد في مصر بمقاس وبمقاس آخر في السودان حتى نربط البلدين ببعض في خلال هذه الستين سنة إذا كنا أقمنا مئة كيلو كل سنة كان زمننا وصلنا لجنوب أفراق فالنهاردة الصين عمل خطوب بتنقل البضائع من الصين إلى لندن بالسك الحديد فعندما نتعثر نحن عن ربط القاهرة بالخرطوم فهذا يعني تقصير يجب أن نضع له حد يعني أحدثتني في الزراعة والماشية وكثير من التخصصات نأتي للب تخصصك العمل الدبلوماسي والسياسي الجنب المصري خلال الاجتماعات كان حريصا على تأكيد دعمه لجهود الخرطوم لرعاية اتفاق سلام في جنوب السودان بالتعاون طبعا مع الخرطوم كيف تقيم دعم القاهرة والخرطوم لاتفاق السلام بجنوب السودان؟ يعني شوف مصر بزلت وساطة لتحقيق التقارب بين الفرقاء في جنوب السودان والحكومة السودان بزلت أيضا جهودا في هذا وكللت هذه الجهود بتوقيع اتفاقية سلام للأسف هناك مؤشرات إلى بعض العفرات أعتقد أن راك مشار رفض الاتفاقية أو بعض بنود الاتفاقية وده يعني أن هناك مطلوب مزيد من الجهد من الأطراف المعنية سواء في مصر أو في السودان أو في دول الجوار الأخرى لأن هناك دول جوار أخرى من مصطحتها أن يستتب السلام والاستقرار في المنطقة مثل إثيوبيا، مثل كينيا، مثل أغندا كل هذه الدول ليس من مصطحتها عدم الاستقرار في هذه المنطقة لكن تستطيع القاهرة الخرطوم إضافة المزيد من السلاسة في التعامل وإتمام اتفاق بالفعل في هناك السودان؟ أعتقد هذا، أعتقد أن مصر لديها وزن كبير لدى الفرقاء في جنوب السودان وأيضا السودان لديها وزن في هذا الموضوع وأعتقد أن بالنقاش العاقل الحكيم سنصل إلى حل يضع حد للمأساة التي تجري في هذه المنطقة ضمن المأساة التي يعيشها كل الوطن العربي وحتى كثير من الدول الأوروبية والإرهاب لدينا ممر مائي كما تحدثت سيادة السفير البحر الأحمر كيف لمصر والسودان أن يحدث تنصيق ما بشكل ما لتأمين البحر الأحمر من كل المشكلات والإرهاب القادم من الجنوب يعني شوف البحر الأحمر هو منطقة حيوية جدا لكل من مصر والسودان المخرج الوحيد البحري الوحيد للسودان هو ميناء بورسودان على البحر الأحمر وبالتالي من الهام جدا ومن الحيوي للسودان أن تضمن أمان واستقرار منطقة البحر الأحمر بالنسبة لمصر المحر الأحمر هو تركز مصادر كبيرة للبترول المصري في المحر الأحمر هو مداخل قناة السويس هو الطريق الذي تعبر منه الواردات المصرية من الشرق الأقصى اليابان الصين الهند أستراليا كل ده هام وحاوي جدا لتأمينه منطقة البحر الأحمر للأسف أصبحت مطمعة لقوى خارجية تريد أن تتسلل إلى هذا البحر التي هي ليست تتحدث عن قوى إقليمية قوى إقليمية وقوى دولية فالسبيل الأمثل لحماية هذا هو جبهة موحدة قوية عربية لأن البحر الأحمر هو بحيرة عربية لا يشز من هذا إلا إسرائيل في شمال الخليج العقبة فمن مصلحة كل هذه الدول أن تقيم جبهة موحدة قوية لحماية هذا البحر وأعتقد أن بإعلان مصر عن تكوين أسطول الجنوب اللي بيلتف حاولت حاملة الطائرات المصرية الجديدة أعتقد أن دي رسالة واضحة لكل من يطمع أو يطمح في اللعب في هذا المجال الحيوي لمصر بطبيعة الحال لا نستطيع أن نناقش العلاقات المصرية السودانية بمعزل عن سد النعض كيف للتقارب السوداني المصري أو المصر السوداني أن يخدم التوصل لاتفاق في هذا الأمر يرضي الجميع يعني شوف هو كلمة الفصل في هذا الاتفاق يرضي الجميع بمعنى أن يجب علينا جميعا أن نبحث عن حل يكون الكل فيه أراضي والكل فيه مستفيد هناك من المياه ما يكفي وما يفيد عن حاجة الجميع يعني إحنا مصر نصبنا من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب إثيوبيا بيسقط عليها من الأمطار ألف مليار متر ألف مليار ألف مليار متر مكعب وإحنا نصبنا 55 مليار هذا وهناك في دول الحوض أيضا أعتقد بلد زي أغندا بينزل عليها 600 مليار مصر هي الدولة الوحيدة التي إذا فقدت موردها من مياه النيل تموت الباقي الدول لن تتأثر كثيرا لأن لديها من الأمطار ما يفيد نحن نحترم أمنيات إثيوبيا في التنمية وفي توليد الكهرباء وكل ده شيء في مصلحة القارة كلها بحيث أن يكون هناك لا ضرر ولا ضرار ويكون هناك فائدة للجميع لكن التعامل هنا يكون تعامل كل دولة على أحدها أم هناك اتفاق واضح بين مصر والسودان والتحدث بلسان واحد أمام إثيوبيا يعني أنا برضو مش عايز أستخدم في هذه المرحلة أن نتحدث بلسان واحد أمام إثيوبيا أفضل أن يكون هناك أن نتحدث كلنا بعقلية واحدة بعقلية منفتحة لإحتياجات كل طرف بعقلية تراعي ظروف كل طرف وبعقلية تراعي طموحات كل طرف وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد تحدث عن شراكة استراتيجية شاملة تجمع مصر والسودان برأيك سيادة السفير كيف لهذا المستوى من العلاقات أن يخدم مصالح الشعبين فيما تعلق بقضايا منها الأمن المائي كما تفضلت وأمن الحدود وكما على رجم أيضا مقافحة الإرهاب يعني شوف أنا بأعتقد أن الاستراتيجية الشاملة التي تجمع مصر والسودان هي أعتقد لبنة في جدار أكبر من هذا أن نحن يكون هناك استراتيجية عربية وحبذة لو كانت أيضا أفريقية واحدة أن نحن نعيش في عالم الكينات الكبيرة ليس لمصر وحدها مقدرة أن تقابل الولايات المتحدة ووراءها حلف شمال الأطلنطي أو تقابل وحدها الصين أو تقابل وحدها روسيا ولكن إذا بنينا كيانات كبيرة عربية وأفريقية وكما كان سابقا دول عدم الانحياز ودول العالم الثالث التي تشعر بحاجتها لدعم بعضها البعض في مواجهة الكينات الكبرى حتى تحافظ على مصالحها وتحافظ على حقوقها فهيكون هذا هو الطريق إلى مستقبل واعد لجميع شرفتنا معالي السفير في هذا الجزء من هذه الحلقة شرف لي يا أخي شكرا جزيلا لك سيدة السفير محمد أشاذلي سفير مصر الأسبق في السودان وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية شكرا جزيلا لك شكرا لك يا أخي أهلا بكم من جديد تتصارع أحزاب العراق وكتله السياسية لتقسيم كعكة السلطة وذلك عبر تكوين اتلافات برلمانية كبيرة تمكنها من تشكيل حكومة جديدة بعد دعوة الرئيس للبرلماني للانعقاد فيما ينتظر المواطن المثقل بهمومه الاقتصادية ما تسفر عنه تلك الخطوة لتلبية مطالبه التي خرج من أجلها في تظاهرات سقط فيها قتلى وجرح ملفنا عن البرلمان العراقي والحكومة الجديدة نناقشه بالتفصيل في تلك الفقرة مع ضيفي وضيفكم الدكتور حازم العبيدي عضو المكتب الإعلامي للمؤتمر الشعبي العربي أهلا بك دكتور عبيدي أهلا وسهلا أهلا بك ما الذي يحدث في العراق بسم الله أحمد الرحيم الذي يحدث في العراق الآن هو بلد وقعت تحت نير الاحتلال الأمريكي بدأت المقاومة العراقية الباسدة وأجبرت هذا المحتل على التراجع عن البقاء في العراق كما صرحوا أستاذ الأمريكان أنه سيكون أكثر من خمسين سنة في عام 2011 حربت أمريكا من العراق وتركت آلياتها ومعداتها دليل على الجرح والقتل اللي أخذوهم إلى أمريكا أنه فعالية هذه المقاومة لكن أمريكا حالها تنتقل من الشعب العراقي العملاء اللي جاءوا مع الدبابة الأمريكية وأوهموا أمريكا أن العراقيين سوف يستقلوهم بالزهور وبالأرز والورود لكن استقلوهم بالرصاص من أول دقيقة للاحتلال سلموا العراق إلى من؟ إلى عدو الأم العربية لدود عدو الإسلام اللدود وهي إيران جارة السوء فمن ذاك الوقت دخلت إيران احتلت العراق بشكل مباشر وشكل كامل تأثيرها وتشكيل الحكومات المتعاقبة من عام 2003 ولحد الآن هو تأثير إيراني بحث وحتى عملاء إيران من أحزاب الصفوية الشيعية الشوفينية كانت هي صناعة إيرانية بحثة وأيضا هؤلاء حسب ما يقولون هؤلاء يمثلون الشيعة العراق هذا الجناح المهم وأيضا جاء بالإخوان الإرهابيين إخوان المسلمين الصناعة الموسادية ما يسمى بالحزب الإسلامي أن هؤلاء يمثلون جناح الآخر والسنة فمن ذلك الساعة بدأت الانهيار الكامل لمرافق الدولة العراقية دستور طائفي مقيت جدا وضعه نوح في الإدمان حصة للأكراد وحصة للشيعة وحصة للسنة وهكذا أصبحت لكن عفوا دكتور حازم هذه المخاصصة الطائفية هي مخاصصة دستورية أم عرفي سياسي في الداخل العراقي لا بالعراق سيد محمد لا يوجد أي نوع من نوع الطائفي صحيحنا أكثر من ألف عام نعيش يعني عندما نتحدث عن رئيس الوزراء من الشيعة ورئيس المجلس النواب من السنة ورئيس الدولة من الكرد هل هذا منصوص عليه في الدستور العراقي أم أنه عرف سياسي منذ الاحتلال الأمريكي هذا ما جاء به الدستور الذي وضعه نوح في الإدمان من بعد عام 2003 عام الغزا والاحتلال للطبقة السياسية هناك طائفية سياسية موجودة حاوله خلال 15 سنة أن نزود إلى المجتمع العراقي وتطبيق الطائفية عليه شنوا حرب أهلية عمليات قتل الميليشيات أكثر من 106 ميليشية هي أقوى من ما يسمى الجيش الحكومي وقوات الأمن الحكومية وهذه مباركة من قبل مرجعيات السوء في النجف حاوله تقسيم الشعب العراقي إلى سنة والشيعة لم يستطيعوا خلال 15 عاما سرقوا البلد ثروات البلد نهبوها دمروا مرافقة الدولة بأكملها ندخل في موضوع النقاش الانتخابات الأخيرة ونتائجها والحكومة الجديدة شوف العالم كله اطلع على المهزلة التي حصلت في ما يسمى بالانتخابات وهي مثل ما يقال القشة التي كسرت قسم الظهر البعير يعني التزوير فاضح واضح بشكل كبير جدا وحتى ما يسمى بين هلالي المفعوضة الانتخابات رئيس المفعوضية يعني هو جئ به حلاق من الشارع وتم تنصيبه رئيس المفعوضية الانتخابات فقال أن هناك أكثر من مليون بطاقة تم تزويرها السيرفرات التي استخدموها صرفوا عليها ملايين الدولارات عشرات الملايين أيضا حطموها لم يخرج لهذه الانتخابات المهزلة فقط 9% من الشعب العراقي تكن وقت النظر الأخرى تم إعادة الفرز بشكل يدو بعد حرق الصناديق وغيرها وهناك وضعوا طردوا مفعوضة الانتخابات وجئ بقضاءة فاسدين ونصبوهم وقالوا لا توجد هناك أي فساد ولا أي تزوير والنتائج متقاربة 24% فاصلة 95 يعني حتى في سويسرا أو في السويد بلد الديمقراطي يتم تصل إلى هذه النتائج هذه يعني ستعيد نفس الوجوه الكالحة نفس السراق ونفس القتلة من قادة ميليشيات أحزاب شيعية صفوية أحزاب إسلاموية من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية ستعيد نفس الكتلة إلى البرلمان وتشكيل ما يسمى الحكومة كيف تنظر إذن للبرلمان المقبل ونحن نتحدث عن اتفاق لعبادي الصدر علاوي الحكيم الكثير من المسميات على تشكيل نواة لتشكيل الحكومة الجديدة سيد محمد يعني الشعب رفض هذه الانتخابات ولم يخرج إذن من يوصل إلى البرلمان هذا لا غير شرعي ومن يشكل الحكومة حكومة غير شرعية لكن في النهاية بغض النظر نحن هنا دكتور حازم لا نتحدث عن شرعية الحكومة المقبلة من عدم شرعيتها نتحدث عن تشكيل هذه الحكومة على أرض الواقع سيتم تشكيل الحكومة من المواطيات الحديثة في العراق وسيتم الاعتراف الدولي بهذه الحكومة التعامل معها على أنها الحكومة الشرعية أقول لك أتحدث في هذه التفاصيل بعيدا عن طانق الشخص فيها نعم هذا حقيقة على أرض الواقع وسننطلق من حقيقة مرة لما يسمى تشكيل الحكومة الآن هناك صراع ما بين إرادة إرادة إيرانية تركية تمثلت بكتلة المالكي وكتلة هادي العامري هو قائد ميليشيات بدر وإيضا هناك كتلة أخرى مكونة من بعض الكتل الشيعية والكتل الأسنية وهي مدعومة من نظام الحمدين في قطر ويسمى بين هلاني المشروع العربي هذه وأيضا مدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية الصراع سيكون ما بين هذه الكتل ومن سيجذب أكبر عدد من المقاعد في كتلة تكون كتلة كبيرة يتم تشكيل هذه الحكومة لكن الورقة الأمريكية أو الجوكر الأمريكي هو الذي سيقرر أمريكا حاليا بعد ما فرضت العقوبات الحزمة الأولى من العقوبات على نظام الولادي الملالي في إيران تحاول تشكيل حكومة من قبل أعضاء أو عناصر موالينة للمشروع الأمريكي فنشاهد على أرض الواقع ماذا حصل طرد الميليشيات الحشد الصفوي من المناطق السنية محافظات السنية من الأنبار ومن الموصر ومن صلاح الدين اليوم الأخبار التي تأتي من بغداد نحن على انتصال مباشر في بغداد أنه هناك عاملات قطع جسور من قبل القوات الأمريكية تعزيزات الأمريكية كبيرة جدا في القواعد الموجودة في بغداد والمحيطة في بغداد والمحافظات محاولة أمريكا أنه تجريد هذه الميليشيات من سلاح لأن هذه الميليشيات هي دخلت إلى البرلمان الدستور لا ينص أنه أي جهة مسلحة لا يسمح لها الدخول إلى البرلمان تتحدث عن حجد الشعبي نعم الميليشيات حجد الشعبي نعم دخلت إلى الميليشيات يعني قائمة الفتح وهذا العامري وهذا العامري وهذا العامري هو ميليشياوي إيراني الأصل وميليشياوي وخاتل الجيش العراقي في ثمانينات مع الجيش إيراني والملكي أصلا والمالك لديه أيضا الميليشيات فكل هذه الميليشيات مسلحة ستملك السلاح وتملك المال المسروق وستدخل إلى البرلمان لأن تشرع القوانين وتفصلها حسب المزاج أو الهوى الوليس في قم وطهرار لكن هل ترى أن البرلمان الصادق أو حتى البرلمانات الصابقة منذ بداية الاحتلال الأمريكي للعراق هل كانت تشرع بعض القوانين على غير هوا من هذه الميليشيط وقادتها هل هم في احتياج لهذا الأمر تحاول الآن المرحلة تختلف هناك عقوبات الحزمة الأولى من العقوبات حطمة الاقتصاد الإيراني هوت بالتومن الإيراني أصبح إذن أنت تقول أن إيران تهرب من العقوبات الأمريكية من خلال العراق نعم فلذلك شوف حتى الجناح الثاني من الشعب العراقي من هم أهلنا وشعبنا في جنوب عراق من الشيعة العرب والأقحاح هؤلاء انتفضوا ضد هذه الحكومات التي تقول أنه نحن جئنا للمظلومية الشيعة وجئنا أن يمثل الشيعة انتظوا عليهم ومزقوا صور خميني وصور خامنة وحتى صور الهبل الأعلى موجود في النجف اللي هم سموا علي السستاني تم ضر الصورة وعدم الاعتراب بكل الفتاوي فلذلك نشاهد العقوبة التي وجهتها إيران إلى شعبنا العراقي في الجنوب هي عملت تسميم مياه شط العرب وأدت إلى حصول كارثة أكثر من 20 ألف عراقي تم تسميمه هذه البداية فما بالك لو تسلموا هؤلاء تسلموا السلطة ومفاتيح الدولة العراقية ماذا سيكون الفعل ماذا ستكون العراق الآن يعني عبارة عن ضيعة أصبحت إلى إيران الحزمة القادمة ستكون في نورمبر هي عمية قطع شرايين إيران من خلال منحها من تصدير برمين نفط واحد إلى الخارج يجب أن تكون في الضفة الثانية أبناءها أو أيتام خميني الموجودين الآن في السلطة أن يكونون حريصية جدا لدعم اقتصاد إيراني وعدم وقوع إيران في التفتير دعنا نضع سؤالة مهم أمريكا لها تدخل حالي في العراق نعم نعم أم لا نعم تستطيع أن تلعب وتقلب كل أوراق اللعبة في الداخل العراق نعم أم لا نعم نعم أمريكا هي من وضعت العقوبات الدولية على إيران نعم وأمريكا تلعب أيضا دورا مهما في الداخل العراق نعم أمريكا لها ساستها في العراق وإيران لها ساستها في العراق لمن تكون الغلبة إذن وأين دور السنة في هذا المعترك شوف هناك تحالف استراتيجي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران وهناك مصالح محددة لها خطوط معينة عفوا دكتور حازم كيف تقول هناك تحالف استراتيجي وتقول أمريكا تضغط على إيران فبالتالي إيران ستشكل الحكومة العراقية الجديدة في الداخل العراق والبرلمان العراقي كي يتهرب من هذه الضغوط الأمريكية لو تركت لمجال سأكمل فكرتي هناك مصالح محددة على إيران عدم تجاوزها داخل العراق لكن إيران اجتازت كل الخطوط فذلك أصبحت تفكيرها حتى على دسان الإنساس الإيرانيين قالوا أنه قادة الحرسة الإيراني ونائب المرشد قالوا أنه نحن الإمبراطورية الفارسية عادت من جديد ونحن الآن أربع عاصم احتلناها وبغدا ستكون هذه العاصمة هذه خارج نطاق الاتفاق أو التقاطع أو تقطيع الكعكة التقاء المصالح المصالح فهناك حصل الصدام هنا حصل الصدام فالترامب في استراتيجية حاليا هو تقطيع أواصل إيران أو أذر إيران سواء كان في اليمن سواء كان في لبنان أو سواء كان في سوريا وفي العراق هناك مصالح متقاطعة أصبح يعني إيران أنه أنا أقول لك إيران تتبع سياسة براغماتية إيران ستنكفي على وجهها الآن حاليا تصريحات المسؤولين وحتى الولي الفقيه أو الولي يستفي في قمة طهران تخلى عن أبناء الشرعين الموجودين في العراق وتخلى عن الميليشيات الحشد وليس لأنه مصالح إيران القومية فوق الجميع لا يمثلون لا الشيعة ولا سنة وأنت تسألني أين هم السنة في العراق بل قل لأين هم الشيعة السنة الصابقة الأيزيديين المسيحيين الأكراد والشيعة أين هم الشيعة هؤلاء الموجودين في سدة الحكم من ألفين تأثير حتى لا يمثلون الشعب العراقي أخي الكريم أرجو أن تفهموا هذه النقطة هؤلاء جئ بهم من شوارع طهران وشوارع دمشق وبيروت وأوروبا وجئ بهم وتم تدريبهم واستنموا السلطة في العراق وحتى الحزاب الكردية الموجودة في شمال العراق هذا لا يمثل الشعب الكردي شعب الكردي شعب أصيص شعب وطني مثل ما هو موجود شعبنا في التقسيم على أرض الواقع دكتور على أرض الواقع هناك عرب وعراقيين وسنة وأكراد داخل البرلمان الفائط وأيضا البرلمان القادم هل جاءوا من إيران؟ لا ليس جاءوا من إيران الآن ما يشمى بالكتة أسير النجيفي أسامة النجيفي الكثير من الأسماء إذا أردت أن أذكر لك أنا بالبداية الحديثي قلت لك الانتخابات سادها التزوير والفضيحة الكبرى بعمية حرق الصناديق يا رجل تصور أنه أحد أعضاء البرلمان السابقين هو أحمد الكربولي عندما خسر بالانتخابات وبالعدوى الفرز هو بالبداية نجح العد والفرز مرة ثانية بعد تسعين يوم أستاذ محمد انتبع على النقطة تسعين يوم الدستوري يقول ذات تسعين يوم ما تم مصادق على الانتخابات تعتبر باطلة لأكهما تسعين يوم وتم فرزها ويعادتها النتائج هذا كل ما يحدث باطل نعم سقط أحمد الكربولي بالانتخابات ماذا فعل؟ راح دفع إلى علي الفرحان في منطقة الأنبار اللي هو جامل الأنبار منطقة سنية دفع إلى أربع مليون دولار من أجل أن يترك المقعد إلى أو يبيع إلى الأصوات عملية بيئة شراء تجارة هذه أصبحت ليست هناك انتخابات حرة ديمقراطية نزيهة فلا يمثلون سنة العراق ولا يمثلون عرب العراق ولا يمثلون أكراد العراق ولا حتى شيعة العراق أو من أقول العرب هما السنة والشيعة أنا لا تقول أن سنة والشيعة هذه صعبة عليها نحن العراقيون نرفض طائفية نحن نرفض طائفية ولا أنا إلى الأرض أما الشرط الإسلام والديانة والدين فهذه بينك وبين رب العالمين طبعا أشكرك دكتور حازم العبيد عضو المكتب الإعلامي للمؤتمر الشعبية العربي أشكرا شكرا جزيلا لك إذن بعد فاصل قصير قطر تستغيثوا بإيران لا تذهبوا بعيدا أهلا بكم إلى هذا الجزء الأخير تسقط قطر فتستغيثوا بإيران فتحاول طهران المعزولة أصلا دوليا بكل ما أوتيت من قوة نجدة حليفتها فتبدأ الدولتان في حياكة المؤامرات ضد دول المنطقة حتى ولو كان بالتحالف مع إسرائيل فكيف لضرير أن يقود عجزا تقرب الإيراني القطري وخطره على أن المنطقة ملف شائك يدور حديثنا حوله مع ضيفي الكريم في الستوديو الأستاذ فادي عكوم الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الخليجية والدولية أهلا بك أستاذ فادي أهلا بك لماذا هذا التقارب الآن بين قطر وإيران وخاصة ازدياد هذا التقارب بعد المقاطع العربية لقطر يعني ليس تقاربا جديدا بل يعكس طبيعة محور الشر الأكبر المتمثل بالسلاسي قطر وإيران وتركيا إيران تمثل الشيطان الأكبر وتركيا الشيطان الأوسط وقطر الشيطان الأصغر والعلاقة بين إيران وقطر يعني دائما تقول إيران على أمريكا الشيطان الأكبر لا هي الشيطان الأساسي يعني هي رأس الأفعى يعني رأس الأفعى الذي يبس صمومه في العالم أجمع يعني التي تقف إيران بجانب قطر علما بأن في الفترة الماضية خلال العقوبات السابقة على إيران دعمت قطر إيران ومع الأسف تم التعتيم الإعلام على هذا الأمر كميات مهولة وكبيرة جدا من البترول الإيراني تم بيعها عبر قطر ومن خلال الأسواق القطرية والتركية وهو ما يفسر بعد الشيء بقاء الاقتصاد الإيراني أو صمود إيران بعد الشيء خلال فترة العقوبات الماضية يعني جغرافيا قطر وإيران متصلطين بالبحر في منطقة فاصلة تسمح لقطر بسحب كميات كبيرة من البترول الإيراني لبايعه في الأسواق على أنه بترول قطري وهو في الأصل بترول إيراني والعائدات كلها تعود لإيران الآن إيران تقوم برد الجميل وهي فرصة مناسبة لها لأن هناك كعكة اسمها كأس العالم استثمارات وإنشاءات وعمال بالضبط بالإضافة لمسألة كأس العالم الخلاف العربي أو خلاف العربي القطري وقرصة الودن الموجعة التي تتعرض لها حاليا قطر أتت لمصلحة إيران فقط لماذا تصف بقرصة الودن لأنها لو كانت أكثر من قرصة ودن لما كان النظام القطري قائما إلى الآن لكأن رأينا تصرفا آخر على الأقل تصرفا عسكريا وتستطيع دول المنطقة التصرف لكن يوجد حسابات إقليمية ودولية وخطوط حمراء تمنع هذا التصرف قرصة الودن هذه سمحت لإيران بتركيز أوضاعها السياسية في قطر لتؤثر بالتالي على باقي المنطقة الخليجية والجميع يعلم الأطماع الإيرانية في الخليج خصوصا في البحرين الكويت المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية وسعي إيران الدائم إلى زعزعة أمن واستقرار هذه المنطقة وبالتالي فأن التدخل الإيراني لصالح قطر في الوقت الحالي وقطر حتى من خلال منصاتها الإعلامية وقناتها الشهيرة تقدم نافذة مفتوح لأراء الحفيين في اليمن لأراء لإيران في البنات العربية المشكلة بإعلامنا العربية هذا الأمر ليس بجديد منذ العام 2006 الجزيرة تفتح هواءها لجميع أزرع الحرس الصوري في المنطقة يعني منذ العام 2006 الجزيرة كانت تخصص ساعات وساعات طويلة لتجيش المنطقة العربية لصالح حزب الله ونجحت للأسف بعض الشيء وقتها صورت حسن نصر الله بأنه صلاح الدين الأيوبي وحزب الله كأنه يعني حتى التوغل القطري في لبنان كان بمساعدة الإيرانيين يعني يوجد تشابك بالمصالح ليس جديدا بل خطة تتم يتم تنفيذها على الأرض وإذا ما أدخلنا الجانب التركي وأداة الإخوان في هذا المخطط نجد أن كل شيء يسير بالتوازي يعني حتى في سوريا أزرع الحرس الصوري الإيراني انتشرت في سوريا بموازات انتشار أزرع الأخوان ولم نرى أي اشتباك مباشر بين الفصائل التابعة للأخوان وهي أخوان يعني مش تابعة هي أخوان بل بمسميات أخرى مع فصائل أخرى تابعة للحرس الصوري الإيراني يعني الجميع يدور في فلك منظومة واحدة والحمد لله أن الأمور انكشفت ويجري التصدي لهذا المخطط نعم المراقبون أمريكيون يرون أنه على قطر أن تقتار فبين الاستمرار في دعم الإرهاب في كثير من المناطق الارتماء في أحضان إيران بهذا الشكل أو تعديل سياساتها وتعود إلى الحضن العربي مرة أخرى برأيك لأي الاتجاه ستسير قطر ستزال قطر في الاتجاه الذي اخترته سابقا اتهمت قطر مع أدلة سابتة بأنها تدعم الإرهاب منذ إرهابي أفغانستان إلى الآن الجميع كان يستغرب كيف قطر تدعم الإرهاب وفي نفس الوقت علاقاتها جيدة مع إيران فهذا قمة التناقض يعني تدعم الميليشيات السنية وتدعم الميليشيات الشيعية لكن اتضح أن الميليشيات السنية التي تدعمها قطر موجودة أصلا قياداتها موجودة في الداخل الإيراني تتلقى الدعم المالي واللوجيستي لتعود لتنطق بعدها إلى العراق وسوريا يعني قطر اختارت أو قررت نصيرها والمصار الذي تريد السير به منذ سنوات والنتائج بدأت الآن بالانكشاف والوضوح أكثر صحيفة والستريت جونال الأمريكية قالت نقطر ضعفت حجم انفاقها في الولايات المتحدة أربعة أضعاف خلال العام الماضي في محاولة من التأثير على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأيضا التأثير طبعا على إدارته برأيك أستاذ فادي ماذا تريد الدوحة من أمريكا لكي تنفق كل هذه الأموال وهي تطاعتها مع أمريكا وتطاعتها مع إيران وأمريكا تفرض عقوبات على إيران يعني هي العلاقة بين قطر والولايات المتحدة حساسة وضقيقة جدا يعني من ناحية تريد الولايات المتحدة البقاء على مسافة واحدة من جميع الدول الخليجية هذا أولا الأمر الآخر قطر تستضيف على أراضيها أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط وبالتالي فإن الاستغناء عن هذه القاعدة من جانب الأمريكي سيعد خطأ استراتيجي فادح في مقابل المد الإيراني والمد الروسي بمعنى بأن الولايات المتحدة مضطرة حاليا للإبقاء على ما تيسر من العلاقات بينها وبين قطر بل على العكس في الفترة الماضية بالإضافة إلى زيادة الإنفاق القطري في الولايات المتحدة الولايات المتحدة زادت من التدريبات العسكرية المشتركة بينها وبين الجانب القطري يوجد العديد من المجموعات الخاصة البرية والبحرية التي تتقوم البحرية الأمريكية ومشهد المارينز بتدريبها في قطر يعني حتى تجهيز الجيش القطري أو الفرقة القطرية المسلح لأنه لا يوجد جيش في قطر يتم من خلال الجانب الأمريكي لكن في هذه العلاقة من هو الفاعل ومن هو المفعول به؟ يعني المفعول به للأسف من يحتاج من؟ أمريكا تحتاج قاعدة عسكرية موطئ قدم تبادل مصالح تبادل مصالح قطر تحتاج لقاعدة أمريكية وإن كان قطر في البداية تكون نحتاج هذه القاعدة لحماية من إيران الآن أنت تحتمي من من؟ عندما نتكلم بهذا المنطق سنقول لماذا لا تضرب الولايات المتحدة إيران بشكل مباشر لماذا؟ هذا سؤال بالضبط ولهذا القاعدة الأمريكية ستظل موجودة في قطر العلاقات ستظل كما هي ستحاول الولايات المتحدة في الفترة المقبلة الضغط على قطر على الأقل للحد من الانتشار الإيراني في قطر أو النفوذ الإيراني في قطر وربما ستستجيب إيران لهذا الأمر كما يحصل في العراق وسوريا يعني منوشات السياسية ستنسحب ربما لصرح الطرف التركي لأن المنظومة السلاسية منظومة الشر الأكبر السلاسية ذات مصالح واحدة بتبادل أدوار يستطيع أي من الأطراف السلسل انسحاب ويقوم الطرفين الأخرين بإكمال نفس المخطط ربما سؤال يتبادر لذين من يشاهد الآن هل قطر بهذه القيمة الكبيرة ثلاث دولتان إقليمياتان كبيرتان وأكبر دولة في العالم التنافس والتناقش لهذه الدرجة على قطر هي يعني قطر صفر قطر كيمتها السياسية صفر لكن موقعها الجغرافي كدولة خليجية أولا ومن الموقع الجغرافي على التماس مع إيران ثانيا يعطيها هذه القوة ولا ننسى بأن إيران مثلا الحرصوري الإيراني حاول المستحيل للعب نفس الدور في البحرين لكن الحكومة البحرينية درع الجزيرة تدخل في البحرين بالضبط يعني موقف الحكم في البحرين النظام البحريني واضح وصريح ضد أي توغل إيراني أو للحرص الثوري في البحرين يعني كانت مسألة حياة أو موت قبيل أن يتدخل قبيل أن تتدخل قوات درع الجزيرة كان الوضع لن نقول سيئا بل صعبا جدا في البحرين رغم هذا كان الإصرار من قوات الأمن البحرينية على الصمود في وجه هذا التهديد الفعلي الذي قامت به إيران على عكس قطر التي ارتمت في أحضان إيران منذ 30 عاما تقريبا أي منذ نجاح الصورة في إيران واستلام الحرص الصوري على الحكم لكن 30 عاما مضت كما تقول إلى كم عام قادمة ستسير قطر على نفس هذا النهج وربما يحدث تصعيد من دول الرباع العربية التصعيد مستبعد الأوضاع في الأقليم ستبقى على ما هو عليه لفترة طويلة لأن المصالح السياسية والملفات السياسية المعقدة تشابكت بطريقة معقدة جدا لم تشهدها المنطقة من قبل يعني لا يمكنك الحديث عن حل للانتشار الإيراني في قطر دون تطرك إلى دعم قطر وإيران لبعض الفصائل في سوريا وفي العراق لا يمكنك غض النظر عن الانتشار الإيراني في سوريا وتركه في العراق أو بالعكس يعني الأمر بحاجة إلى اتفاقية دولية جديدة تعيد ترتيب أوراق المنطقة من جديد ربما لوقت دهمنا بقوة الأستاذ فادي عقوم الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الخليجية الدولية الشغفتاني في هذا المصال بقي فقط معي فيما يخص قطر عرض عده الزملاء حول تسليط الصحف العالمية على الدور القطر المجبوه في دعم التنظيمات الصهيونية في الخفاء تقبلوا تحياتي محمد الرمح وفريق حمل هذه الحلقة وأترككم مع هذا العرض المترجم للقناة المترجم للقناة